نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل ما هي الضوابط للإشهار بأهل البدع والتحذير منهم؟ نعم الأهل البدع اللي لهم نشاط ولهم دعوة يجب إشهارهم ويجب التحذير منهم لأن لا يغتر بهم الناس نعم لكن كما ذكرت لكم بعض الناس يحكم بالبدع وهو لا يدري كل شيء عنده بدعة كل الشيء الذي لا يعرفه ولا يعلمه يسميه بدعة هذا ما يجوز البدعة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذه البدعة نعم